تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة علاقات وثيقة على مر عقود من الزمن وصلت إلى أوجها في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله تعالى علاقات تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن وتتسم بالقرب والتوافق في مختلف النواحي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين هذه العلاقات التي تمثل أنموذجا عالميا في العلاقات بين الدول شهدت في عهد جلالة الملك المفدى وأخيه الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله تطورا ملحوظا شمل مختلف المجالات وأكد على قرب قيادتي البلدين وشعبيهم الشقيقين في شتى المجالات وهذا التطور يأتي علاوة على ما يجمع بين البلدين من روابط مشتركة سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي أو في الإطارين العربي والإسلامي وتكتسب العلاقات البحرينية الإماراتية أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي وستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتبنيهما لسياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة لطالما أكد عليها جلالة الملك المفدى ورئيس دولة الإمارات رحمه الله كونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون